السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد أن ألقاكم متابعين الأوفياء في مقطع جديد يتعلق بإنجاز فرد خاص بالمستوى الرابع مادة اللغة العربية مكون الفهم القراءة أبدأ أولا بقراءة النص لكن قبل ذلك بالنسبة للمتابعين إذا كنت تريدون مثلا وضع امتحان خاص باللغة العربية مثلا يضم جميع المكونات أتمنى أن تتفاعلوا معي في التعليقات لأنني لا أريد أن أضع فيديوهات مطولة تفقنا أما إذا كانت لديكم رغبة في أن أضع مقطع طويل يعني يضم جميع المكونات لأن جميع المكونات سيأخذوا وقتا ربما أزيد من 20 دقيقة إذا كنتم تحبون أن أعمل معكم بهذه الطريقة فأنا ليس لدي أي إشكال فقط يكفي أن تتواصلوا معي لأعرف رغبتكم ونبدأ بقراءة النص ذات صباح قرر قاسم أن يغادر القرية بحثا عن عمل أكثر ربحا فدس النقود في جيبه إلا قليلا منها تركه لأمه ثم قصد المدينة قضى أيامه متجولا بين معاملها ومتاجرها إلى يوم الجمعة فقد كان يقصد المسجد داعيا الله أن يفرج كربته ويسر له أمره أضاع أيامه في المدينة بغير نتيجة فهداه الله للعودة إلى القرية ليبدأ عهدا جديدا مع المحرات والمذرات نعم أولا أو السؤال الأول هنا يا اقرأ النص قراءة جيدة إذن سيطلب منكم الأستاذ أو الأستاذ الذي يدرسكم نعم قراءة هذا النص نعم هذا فقط نموذج ربما يكون نص يعني آخر تفقنا إذن نحن سنضع لكم مجموعة من النماذج للاستعداد وكذلك لكي تتمرنوا على طريقة الإجابة في الامتحانات هذا مفهوم إذن سننتقل الأسئلة للفهم أسئلة للفهم عندنا أول سؤال اشرح الكلمة ديال دسة كربته وقصدة دسة بمعنى وضع وضع دسة حسب النص وضع النقودة في جيبي نعم كربته هي الكربة هي البلوى أو الحزن يعني هنا يعنى أن يفرج كربته يعني هذا الضيق نقدرون نقوله حتى الضيق اللي كيعيشوا نعم هذا الشخص هذا نعم اللي هو الاسم دياله قاصد نعم بالنسبة لكلمة قصدة نعم قصدة بمعنى طلبة أو ساعة أفقنا؟ يعني يسعى لشيء معين أو يقصد شيء معين إذن يطلب شيء معين هنا كان يقصد المشهد نعم ندر قصدة بمعنى طلبة أو ساعة نعم هنا يا عنا السؤال الثاني سؤال بسيط أيضا عنا ما جمع الكلمة التالية تونجوز الكلمة القرية والمدينة الجمع ديالقرية هي قرى بالنسبة للمدينة عنا مدائن وعنا مدن يعني اللي كتمنا فيهم صحيحة إذن قرية ندر قرى مجموعة قرى نعم بالنسبة للمدينة ندر مدن ثم هنا السؤال الثالث أضع علامة في خانة العنوان المناسب للنص عنا ثلاثة ديال الخانات عنا البحث عن العمل وعنا القرية وعنا الفلاحة إذن من نسبة للكم نعم من نقرنا النص أشنو العنوان المناسب واش البحث عن العمل ولا القرية ولا الفلاحة هو يتحدث يعني عليهم ثلاثة ولكن الأصل ديال الموضوع هو البحث عن العمل لأن قاسم يبحث عن عمل تفقنا ثم السؤال الرابع لماذا هاجر قاسم إلى المدينة نعم نعم لماذا غادر غادر القرية بحثا عن عمل أكثر ربحا إذن نكتبوا الجواب ديالنا هاجر بحثا عن عمل أكثر ربحا مزيان ثم السؤال الذي يليه عنا ما العمل الذي اشتغل به في المدينة نعم هل قاسم اشتغل عند قراءتنا للنص من نقرنا النص ديالنا واشلقنا أن قاسم اشتغل كان يبحث عن العمل لكنه لم يجد عملا فعاد إلى القرية إذن لم يشتغل لم يشتغل بأي بأي عمل في المدينة واضح أنه مخدم تخدمة لماذا عاد قاسم إلى القرية يعني السبب ديال العودة دياله نعم من إنك ادعي الله ويسر له أمره أضاع أيامه في المدينة بغير نتيجة فهداه الله للعودة إلى القرية نعم عاد للقرية نعم ليبدأ عهدا جديدا مع المحراث والمذرات يعني نعم ليعود عاد قاسم ليمارس عمله السابقة في الفلاحة الفلاحة نعم إذن أحبائي هذا بالنسبة للمكون ديال الفهر نعم المقطع اللاحق إن شاء الله سيكون خاص بمكون الصفو تحويل وبعده التراكي وبعده الإملاء نعم كما قلت لكم هذا النموذج الأول وإذا كنتم تحبون أن أجمع لكم جميع النماذج في مقطع واحد فلا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا تعطونا رأيكم اتفقنا في النماذج اللاحق إن شاء الله سأتفاعل مع تعليقاتكم وأضع لكم كما تحبون أما إذا أردتم أن أضع كل مكون على حدة في مقطع خاص به نعم سأفعل ذلك تقديرا لكم متابعينا وأشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء